تهب الرياح عاتية في مرتفعة أدامة صخرية التي تعلو 2000 متر عن سطح البحر في الهضبة الإثيوبية مشكلة ظروفا مثالية لإنتاج الطاقة الكهربائية التي تعاول عليها إثيوبيا كثيرا وجهزت لها أكبر حقل من التوربينات الهوائية بين دول أفريقيا جنوب الصحراء وفي موقع أدامة 2 الذي افتتح في شهر أيار مايو الماضي على بعد نحو 100 كم جنوب الشرقي العاصمة أديس أبيبا يكون الهواء قويا جدا خلال موسم الجفاف ومن خلال 100 وتوربينين مصنوعة في الصين بارتفاع 70 مترا يولد هذا الحقل 153 ميجاوات من الطاقة الكهربائية ليكون أكبر حقل لتوليد الطاقة الكهربائية من الهواء في دول أفريقيا جنوب الصحراء وإزاء هذه الحاجة الكبيرة لزيادة إنتاج الطاقة تعول السلطات بشكل كبير على المصادر البديلة من السدود على ضفاف نهر النيل ولسيما سد النهضة الذي سيكون أكبر سد في أفريقيا إلى توربينات توليد الطاقة التي تتميز بأنها ذات تقنية بسيطة وتكاليفة متدنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر